عبد المطالب قلاوي بعد ستة أشهر من إزالة الأسواق الفوضوية تم التهيئة وإدراج 21 سوقا جوارية ومحلات تجارية لفائدة شباب ولاية تبسة استفدت من محل تجاري برنامج فخيمة رئيس الجمهورية في إطار دعم الشباب طاولي محل وراني راح نخدم على روح طاولي محل تجاري واشن شاء الله نكمل به نشطيع إن شاء الله نسعربي ومشكورين شباب منطقة الشريعة وبيرم قدم هم بدورهم استفادوا من هذه العملية التي ستنظم نشطهم التجاري تأخذت الولاية جملة من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة وإدماج الباعة غير رسميين في النشط الرسمي من خلال جملة من الإجراءات منها إنجاز 21 سوق جوارية مثل ما تشاهدون هذا واحد من بين الـ 21 فيه أيضا بقيمة مالية فاقة 185 مليون دينار بالإضافة إلى تهيئة عشرين فضاء تجاري أيضا لإحتضان أسواق أسبوعية وكذا خمس أسواق أكيدة مهمة إنجازها إلى مؤسسة باتي ميطال والأشغال في مرحلة متقدمة بالإضافة إلى أيضا خمس أسواق إنجازها في إطار مخطط القطاعي وبهذا ستكون ولاية التبسة على موعد لاستقبال الشهر الفضيل أكثر جاهزية وتنظيما لأسواقها في إطار قانوني ترجمة نانسي قنقر